اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تعلم من هم المبشرون بالنار يوم القيامة ومن أول الناس الذين يزجون فيها السلام عليكم مشاهدين الكرام النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يعصيه من عباده ويكفر بآياته ويكذب برسله وينكر جود ملائكته قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقد جعل الله سبحانه وتعالى على النار خزنة من الملائكة فهم موكلون بحراستها والحفاظ عليها وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى في من يدخلها وللنار دركات متفاوتة فالناس تتفاوت دركاتهم في النار حسب أعمالهم السيئة التي قاموا بها في الدنيا وللنار عدة أسماء ورد ذكرها في القرآن الكريم ومن أسماء النار الجحيم وجهنم ولظى والسعير وسقر والحطمة فالنار حق كما أن الجنة حق لعباد الله الصالحين فيجب على الإنسان أن يتزود لآخرته من الأعمال الصالحة في الدنيا حتى يباعد الله عز وجل بينه وبين النار وسعيدها والعياذ بالله لقد ورد ذكر لصفات النار في الكثير من الآيات الكريمة من حيث لون النار ومن هم ساكنوها ومن هم حراسها فحراس النار هم من الملائكة الشداد الغلاظ ومهمتهم تعذيب أهل النار وكلما صاحوا زادوا في عذابهم وتوبيخهم وعدد الملائكة الموكلين بأهل النار هم تسعة عشر والنار هي مكان شديد الحرارة لدرجة أن شرارة واحدة منها تحرق الأرض ومن عليها وهي مليئة بالحفر والجبال الحامية والأغلال والقيود والنار مليئة أيضا بالحياة والعقارب والماء شديد الغليان الذي يصب على رؤوس من يدخلونها وفيها الطعام شديد المرارة يأكله أهل النار فيقطع أمعاءهم أحشاءهم والنار مليئة بالذل والمهانة لدرجة أن الكافر يتمنى أن يكون ترابا لشدة ما يقاسيه فيها من عذاب وإن شدة الحر في الدنيا على الأرض هي من فيح ونفس النار ومن صفات النار أنها تأتي أهلها بغتة فترعبهم وتفزعهم وتغشاهم فتلفح وجوههم وتحرقها والنار ترى وتسمع وتتكلم كما جاء في قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد والنار فراشها من الشوك وهي شديدة الظلمة وأرضها من الحديد والزجاج يقطع الأرجل التي تمشي عليها وقد أوقد الله عز وجل عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام أخرى حتى سودت وألف عام حتى بيضت وللنار سبعة أبواب وكل باب أشد حرا من الآخر وأسماء أبواب النار هي واحدة باب جهنم اثنان باب الهاوية ثلاثة باب الجحيم أربعة باب سقر خمسة باب لظا ستة باب الحطمة سبعة باب السعير نعوذ بالله عز وجل منهم جميعا وإن أول البشر دخول النار والعياذ بالله منها فهم واحدة إبليس عليه لعنة الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اثنان امرأة نوح قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح ثلاثة امرأة لوط قال الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أربعة امرأة أبي لهبة قال الله سبحانه وتعالى في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد خمسة أبو لهبة قال الله سبحانه وتعالى في ذات السورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهبة ستة فرعون قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب سبعة هامان قال الله جل جلاله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ثمانية قارون قال الله جل جلاله في سورة القصص فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين تسعة أبو جهل قال الله جل جلاله خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم عشرة مسيلمة الكذاب أحد عشر قابيل أول مجرم في التاريخ اثنى عشر ابن نوح وهو عاص لله وعاق لوالده ثلاثة عشر أمية بن خلف الطاغية الجهول المتسلط أربعة عشر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وسهم الشقاق أما الأعمال التي تدخل صاحبها النار والعياذ بالله على النحو التالي واحد المشرك بالله تعالى والمنافق والذي يأكل أموال اليتامى ظلمة والذي يأكل الربا والمتكبر والمانع للزكاة والظالمون والذين يشهدون الزور وشارب الخمر والمتعمد ترك الصلاة والزاني وقاتل النفس والمصورون فيوم القيامة سيكلم الله عز وجل العباد كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النهر فاتقوا النار ولو بشق تمر ما يلزم من الكلام الرؤية الرؤية شيء والكلام شيء فهو جل جلاله يكلم جميع الخلائق لكنه لا يراه إلا المؤمنون وأول ثلاثة سيؤتى بهم يوم القيامة ويزجون في النار والعياذ بالله مجاهد وقارئ ومتصدق فيقال للقارئ العالم فيما تعلمت العلم وقرأت القرآن قال قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكة كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ ما تعلم لله ولا قرأ لله فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية ويؤتى بالمجاهد فيقال له فيما جاهد فيقول أمرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك قال كذبت تقول له الملائكة كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جريء يعني هو شجاع فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بماله فيقال له فيما تصدقت فيقول أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه قال كذبت وتقول الملائكة كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد يعني يقال إنه سخي ما هو لله بل لمراءات الناس حتى يمدحوه ويثنو عليه فيؤمر به إلى النار نسأل الله العافية ولذلك حذرنا ربنا عز وجل من الرياء والنفاق والعمل لغير وجه الله عز وجل قال الله عز وجل في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال ويل لهم فالويل معناه الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ بالله وأول من يحاسب يوم القيامة هي أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة المحمدية هي أول أمة تحاسبه فقد روى ابن ماجة وصححه الألباني رحمهما الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون فاتقوا الله يا عباد الله فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى